السلام عليكم بطريري كنت من تكونوا باخير في الفورم وتو ما كنت تفرجوا في هذا الفيديو جبت لكم تقييم الحاكم زياش اللاعب العطاء التمرير العالمية لاعب مالسين مونت جبت لكم الاحصائيات دياله في اخر مباريات ثانية حاجة ترشيب الدور انجليزي و ثالث حاجة تقييم دياله و ديال اللاعبين ديال تشلسي و اشكونوا افضل لاعب مما اخوة تلافي فيديو شبعان معلومات نبدو بالتفاصيل اول حاجة كما كتبوا معنا حاليا ترشيب الدور انجليزي ارسنال بقى ملعبات الماتجيلا و عندها 13 نقطة مركز الرابع و وستها من الربحة تشلسي البارح 27 نقطة تشلسي نزلت المركز تيلتش بعد الخسارة و ليفربول سيتي ربحوا و بالتالي ولات ليفربول مركز تاني 34 و سيتي مركز الاول 35 و منسبة لي انا من الصعب تزيح سيتي مركز الاول كتعرف تربح و عند اللاعبين و مو تدريب اللي خاطر و كعرف تلقى الحلو الوسط و مهم الخوش نتمنى تشلسي من فقد ازقلت نقطة من القدام ثانية حاجة ندوي على هي احصائيات الحاكيم زيت في اخر 6 مباراة مع تشلسي ماركا بيت جلد دور انجليزي صنع بيت جلد ليستر سيتي و صنع بيت جلد ليوفينتوس و لم يساهم بحتى هدف لكن قدم مرضود جميل جلد موشي سري و ناشد جلد دور انجليزي سيتي الهدف الفوض و جل وستهام و صنع هدف للموسلمونت باعتمارها لعالمية يعني اخر سيتي مباراة تساهم خمس اهدف وبالتالي و تسوي جميل رجع به و تقييم دي اللاعبين جعلت كل التالي الحارس مندي اللي صراحة قدم موسم خرافي العنفات و احتاد العامة ده لكن اللاعبين بعد المرات تقيقى و الضغط و النفسية دياله ممكن تلعب دوره وبالتالي كتخليهم من قدم مش مرضود كبير بحيش كان اسوء اللاعب في المباراة البريحة سيلفا ليشتج الهدف سبعة فصلا ستاة روديقر ستفاصل جوج و الونسو ستفاصل خمسة جورجينيو ستفاصل جوج لوفتيك سبعة ونص جيمس ستا ونص مالسين مونت لنجم مباراة ثمانية فصلا ستاة و كين هابرز ستفاصل ستاة اللي تواعت معناية الشوت الاول و كين حاكيم زيش ستفاصل سبعة يعني حسين بعد اللاعبين اشبه لكم الخطل الاداة ديال سي البريحة هذا ما كان وتهلو